موسيقى بشهدي الكرام أهلا بحضراتكم ومرحبا كل التحية وهذه حلقة جديدة من القهرة فنبدأ بأهم أخبارنا وجولة بين أهم ما حدث نستعرض سويا عقد رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البانات التشريعية القومية نتابع ما حدث في سياق هذا التقرير موسيقى اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعية التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتدولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتدولة في الأول من يناير 2021 مواجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يصق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقاع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء للصناعية فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة موضوعات مهمة للغاية الحقيقة التي تم منقشتها في هذا الاجتماع موضوعات كل موضوع فيها يمكن أن يكون ملفا مستقلا يلقى فيها فيه الضوء علشان خطر بيمس حياة الناس يمكن في أقرب تفاصيلها وخصوصياتها وهذا ربما هو مكمن الأهمية أنه لم توجد العدالة فقط لكي تطبق على نطاق المحاكم أو في نطاقات الوسعة لكنها وجدت أيضا في الأساس من أجل حماية الإنسان وحقوقه ومشاعره وكيان الأسرة وبالتالي كيان هذا الوطن وكيان الحياة نفسها كيان الإنسانية أعتقد أنه موضوعات مهمة للغاية وأعتقد إن شاء الله نحن سوف نلقي أضوء عليها خلال الأيام المقبلة عندنا تاني أخبار الحقيقة اليوم استقبل وزير الداخلية محمود توفيق بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كمان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان بصحبتهم وفد من كبار قادة القوات المسلحة ذهبوا ليقدموا التهنئة له ولهيئة الشرطة في منسبة الاحتفالات بذكرى السبعين لعيد الشرطة المصرية استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقدم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أشهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كافة ربوع البلاد مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهم جناح الأمن للأمة المصرية مؤكدا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة أبارك لكل المصريين قبل قليل مصر ممثلة في منتخبها الوطني لكرة القدم تهلت إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية بعدما حوالت التأخر اللي كان بواحد صفر إلى فوز مستحق الحقيقة بهدفين مقابل هدف واحد على المغرب وده بعد وقت إضافي المغرب كان قد تقدم بركلة جزاء بقدم سوفيان بوفال في دقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل المنتخب المصري في الديئة 53 و تريزيجي محمود حسن تريزيجي حسم انتصار مصر في الدقيقة المائة ليتأهل المنتخب المصري ليواجه الكاميرون في مباراة يمكن تكون نهائي مبكر يوم الخميس القادم إن شاء الله الحقيقة لمن تابعوا أو لمن أيضا لمن لم يتابع ربما كنا قبل هذه المباراة بنقول إنه مستوى المغرب فنيا يمكن يكون أعلى مننا أو الجهزية موجودة بشكل أكبر الكثيرين أرغم أن كان يحدوهم الأمل لكن كان الكثيرين يعني بيقولوا يمكن إحنا هيكون ده نهاية مشوارنا أو زم بيسموها نهاية المغامرة في يعني كأس الأمم أو بطولة الأمم الأفريقية وبالتالي يعني كنا نتابع بألم وبقلق شديدين لكن الأداء الرجولي والمشرف والحياة الروحي اللي بتظهر مع المباراة الصعبة يمكن في المباراة الأقل صعوبة والأقل أهمية بدأنا بمستوى أكثر تواضعا في بداية هذه البطولة وده يمكن كان سبب كبير أن الناس تقول طب خلاص احنا يمكن مش هنكمل بقى وحتى التصرحات الفريق يعني ممثلة في أكثر من لسان كوراوي قال لك احنا يمكن مش رايحين نفوز لكن رايحين يعني نستعدوا رايحين نشارك يعني لا احنا النهاردة بعد هذه المباراة وبالأحرى يمكن بعد المباراة اللي كانت مع كود فوار من يومين كده ابتدينا نقول لا 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 ده احنا رايحين علشان ننافس ودلوقتي لا احنا مش رايحين علشان ننافس احنا رايحين علشان نكسب هذا التطور المعنوي عكسه تطور اللعيبة على الأرض عكسه تطور الأداء للمنتخب المصري يمكن أحيانا بيكون فيه إخفاقات لكن أيضا هناك نجاحات مصر أكثر الدول أو أكثر منتخبات فوزا على مدى تاريخ هذه الوطولة سبع مرات أو سبع نجمات على القميص وهو يعني أداء دائما كان مشرف وتاريخ مشرف ومصر تستحق أن يكون لها مكان ومكانة مهمة للغاية في مختلف المحافل والمحفل الرياضي أحد هذه المحافل مش رياضة بس هي اللي ممكن تفرح الناس لكنها إحدى الحاجات المهمة للغاية اللي بتفرح الناس طبعا زي ما احنا شايفينه ومحمد صلاح اللعب الأسست أو الاثرو الرائع اللي اقتنصوا تريزيجي وحاجة يعني محترمة للغاية إن احنا نشوف لعيبتنا يعني يمكن كان فيه قبل كده يعني بنقول إنه لما بنلعب في المباريات الأفريقية ما بنبزلش نفس المجهود ما بنقدمش نفس الأداء المحترفين بيعملوه في فرقهم وفي الدوريات الأوروبية لكن لا النهاردة كلنا شاهدنا وكلنا تأكدنا إنه حينما تكون الروح حاضرة وتكون مصر وسمعتها الكروية على المحك لا يعني عندنا لعيبة رجالة بيبزلوا كل اللي عندهم وبيبزلوا الكثير وهم أسعدونا النهاردة وأعتقد إنه الجميع من تابع ومن لم يتابع يعني سعداء ومتجهين إنه يحدوهم الأمل في المباراتين اللي جايين طبعا المبارات اللي جاية أنا أعتقد إنه يعني مستوى مصر الفني أعلى من الكاميرون والجاهزية الموجودة حاليا أعلى بكتير لكن مش هننسى إنه الكاميرون هي البلد المضيف والأرض زي ما بنقول بتلعب مع أصحابها لكن أيضا الفنيلة والروح بتلعب مع أصحابها والتوفيق ده من عنده ربنا لكن المجهود المفذول داخل المستطيل الأخضر والإدارة والفكر أعتقد إنه يعني للغاية يعني هو ده المحدد الأولى والأهم وده يعني كلام مهم للغاية نحن نستحضره المجهود والروح والإصرار والعزيمة والوطنية وحب ما نفعله وحب الوطن الحاجات دي كلها كلام يمكن يعتبر البعض شعارات لكنها هي التي تحسن في الملعب الحقيقة الأمور ده يعني أمر الغاية مهم وطبعا إحنا في انتظار بقى هنشوف يعني هيحصل أيوم الخميس إن شاء الله مع الكاميرون ده كان جزء عن الرياضة لازم نتكلم عنه لأنه إنجاز يمكن مش دايما هنكلم عن الرياضة في كل الأوقات لكن كان لازم نتكلم لأنه زي ما بقول لحضرتكم القطاعات والمحافل التي نتحدث فيها هي كلها إنجازات مصرية بنتكلم شوية ممكن شوية كان في قطاع العدل أو القطاع العدلي اجتماع سيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع وزير العدل عمر مروان بنتبع احتفالات الداخلية وبنشوف إنجازات الشرطة خلال السنوات الماضية وخلال الأوقات الماضية في إقرار الأمن في مصر لدينا أيضا مجالات أخرى وخطاعات أخرى باستعرض بعض أخبارها مع حضراتكم الآن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود الدولة المبدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال هذا الاجتماع اللي حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي تناولت فيه تقريرا يرصد مقرنة لبيانات المسح القوم الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015 والغاية 2020 حيث أشارت إلى أن ما تم إصداره من قرارات أسهم في خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة ولفتت إلى أن وفقا لبيانات حملات الكشف المبكر التي أجريت مؤخرا فقد انخفضت نسب الحالات الإيجابية بالجهاز الإداري للدولة كذلك بين سائقي الحافلات المدرسية بالمناسبة يعني الجهاز الإداري للدولة ما ينفعش يكون في حد يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات أو يكون مضمن لكن ده ما ينفعش ولا يجوز لكن الحافلات المدرسية بقى ده اللي لا يمكن يكون وللأسف أنه ممكن يكون يعني السواء اللي بيحمل معها عدد من الأطفال وبيمشي بيهم حياة هؤلاء الأطفال على المحك لا ده مستبعد تماما أن يكون هناك حد يعني بيتعاطى أو يعني بيمدمن أو كده مش هنقول النعيب ولا مفروض ما تعملش لا حياة الأطفال دول على المحك ولذلك لابد من يعني أن تكون الإجراءات للغاية صارمة وحدة في هذا المجال وما حد ده ما يزعلش حد يعني خالص حتى ساقين نفسهم يعني ممكن تعمل حاجة تانية غير نكتسوق بأطفال يعني حقيقة لو أنت مصمم أن تتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات طيب في ضمن الأخبار برضو رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي جد التشديد على أن الدولة بتستهدف أن تتأكد من وصول الدعم اللي بتتحمل الموازنة العامة للدولة لمستحقية واستبعاد الفئات غير المستحقة من قاعدة البيانات بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزير التموين علي المصلحي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتبقيق البيانات من جانبه أكد وزير التموين أن الهدف النهائي للدولة هو حماية الفئة الأكثر احتياجاً وأكد أنه بيتم التعاون بين جميع الوزرات والجهات المعنية من أجل وجود خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه ويمكن هو دي النقطة الحاكمة أن الدولة تحاول أن توصل الدعم لمستحقي لكن أيضاً فيما يتصل بالوعي لابد أن المواطن غير المستحق للدعم ما ياخدش حق غيره لأنه هذا لن يعد يعني عملاً أسمي بحاجة غير أن حضرتك إذا أخذت دعماً أنت لا تستحقه فأنت تسرق من دعم الآخرين من قوت الآخرين من أرزاق الآخرين مش معنى أنه حاجة جاي من الدولة أن تستحل لها لأنه هي المفروض رايحة لحد أكثر استحقاقاً وأكثر احتياجاً منك ففي جزء منه توعوي في جزء منه لعلاقة بالضمير وفي جزء له علاقة بإجراءات الدولة وعلى آل الجزء ده لابد أنه يتم يمكن أنا بشتغل في وسيلة إعلامية بكلم البعض صوتي قد يصل للبعض يمكن أن أقدر أغير جزء بمسألة الوعي أنه يعني إذا رعينا الله سبحانه وتعالى ربنا أكيد هيبرك لنا أن أنا ما أخدش حاجة أنا مش مستحقها بقول كلام ده لنفسي ولحضراتكم لأننا كلنا ممكن نعمل حاجة يعني يمكن تكون ساعات بسيطة بناخد حاجة وإحنا مش عاملين لها حسابها قد تكون يعني تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة الله أعلم هذا الكلام لي ولكم طيب أخبارنا تاني إيه كلف رئيس بردو رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وكان خبرين لفاته حوالين النشاط اللي عقدهم الاجتماعات كلف بتشكيل مجموعة عمل مختصة بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة هذه المجموعة بتضم في عضوياتها رئيس تنفيذي للهيئة العامة للإستثمار ومسؤولي الجهات المعنية بوزرات التموين والتنمية المحلية والإسكان وكمان التجارة والصناعة والزراعة رئيس الوزراء استهل الاجتماع بتأكيده على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة العنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية الخبر الأخير في هذه الجولة الإخبارية التي نعرك فيها على الكثير مما حدث اليوم القاهرة إن شاء الله بتستضيف الملتقى السابع للتأمين الطبي الملتقى ده بيناقش دور شركات الرعاية الصحية الخاصة في مواجهة تدعيات فيروس كورونا ودكتور محمد معيد وزير المالية أكد هو ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عفوا أن الدولة تؤمن تماما بأن منظومة التأمين الصحي الشامل لن تنجح في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبي الخاص موضحا أن فلسفة المنظومة الجديدة بتعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوي تحت مضلة التأمين الصحي الشامل بما يوفر فرصا وعيدة للاستثمارات الطبية الخاصة بنحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر والحد من معدلات الفقر تعالوا نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع النسخة السابعة من الملتقى الإقليمي السابع لتأمين الطبي والرعاية الصحية تنطلق فعاليتها لمناقشة سبل الشراكة مع القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأدوية عالميا وظهور عدد من الأمراض الفيروسية والتعصى في استخدام اللقاحات وهما مثل عائقا ماديا أمام شركات التأمين الأطباء مدعوين للتعاقد مع المنظومة لتقديم الخدمات بس لازم يتعاقد مع المنظومة مع عامل التحليل الأشعات الصيدليات نحن في بورسعية تعاقدنا نحن زي ما قلت دلوقتي عندي أكتر من 120 من القطاع الخاص متعاقد مع المنظومة المنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر لن تنجح إلا بشارقة مع القطاع الخاص 85% من الشركات التأمين مصرية قدمت التخطية للكوفيد بشكل كام 15% من الشركات التأمين لما كانش عندهم التخطية الأوباء في الوسائق بتاعتهم قامت بتخطية المساحات وتخطية التحليل فبالتالي شركات التأمين قامت فعلا بتخطية كاملة للكوفيد ومضاره في مصر سعت الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي من المقرر أن يشمل بمظلته كافة المواطنين في جميع المحافظات بحلول عام 2030 ومن هذا المنطلق يتم مناقشة قانون التأمين الشامل للعمل على سهولة دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية بالشراكة مع الحكومة نحن بتتكلم عن حوالي 4.8 مليار جنيه حجم الأقصاد ولو زي من حضراته أشار برضو الشركات أو الجهات اللي هي حاليا لا تغضى على لقابة الهيئة نحن بتتكلم عن نفس الرقم تقريبا فنحن بتتكلم عن حاجة 11 مليار جنيه حجم التخطيات الطبية في هذا الإطار الشمول المالي بيرتكز من جملة المرتكزات اللي بيرتكز عليها هي تأمين طبي لأن اليوم والدليل على هذا على أنه مثلا الحكومة المصرية حاليا عندها مشروع تأمين طبي الشامل ليش؟ لأنه هذا داخل في عملية الشمول المالي فأهمية هذا المؤتمر وشعار المؤتمر ليشتراك بالقطاع والعام والخط لأن اليوم الآن بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بيشتغل عليها فقط القطاع العام الدولة ولكن نحن بنعمل كشركات تأمين على أنه شركات تأمين كمان بتشارك في عملية تأمين الصحي الشامل 276 مليار جنيه هي إجمال الإنفاق على القطاع الصحي في مصر خلال العام الحالي بزيادة قدرها 18 مليار جنيه نتيجة لتدعيات فيروس كورونا ضغوط كبيرة شهدها قطاع التأمين الطبي خلال العامين الماضيين بسبب تدعيات فيروس كورونا الأمر الذي دفع شركات التأمين الطبي للبحث عن مصادر تمويل بديلة للوفاء بالتزاماتها أمام العملاء أشرف مبارك أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا القسم الثاني بعدما تبعنا بعض الموضوعات الإخبارية وعرّجنا على أحداث كثيرة تحدث في مصر خلال الأيام الماضية تحديداً كمان خلال النهاردة أهم الأحداث لكن هناك حدث مهم للغاية بيدور بيهم ناس كتير الحدث ده من سنوات كان الحدث التقافي الأهم في المنطقة العربية معرض القاهرة الدولي للكتابة ربما خبى لبعض السنوات الناس كانت بتروح لكن مش بالإقبال اللي عهدنا رجعنا تاني بأن كده سنتين ثلاثة المعرض بقى حاجة مهمة بقى شيء مشرق في مصر وطبعاً بعد ما تنقل لأرض المعرض الجديدة مركز مصر للمؤتمرات وبالتالي يعني الناس بتروح أنها فصحة أنها تظاهرة ثقافية جميلة الناس بتبحث عن كتب الناس عايزة تعلم أولادها يعني إيه ثقافة الناس عايزة تعلم أولادها يعني إيه اقتناء بعض الكتب ماذا يمثل وإيه اختلافه عن التابلت أو الموبايل أنا ممكن أقرأيه برة وطريقة القراءة لأنها بحياة الموضوع مختلف ليس فقط في مصر لكن هو حدث زي ما قلت لحضراتكم هو حدث عالمي بتشارك فيه عديد من الدول هو حدث يمكن إقليمي أكثر لأنه فيه كثير من الإخوة العرب بيحرصوا دايماً على المشاركة على حضور هذا المحفل الثقافي والمحفل العلمي والمحفل الأدبي المهم الذي يقامه سنوياً في مصر في شهر يناير من كل عام على أي حال تعالوا نتابع هذا التقرير ثم نطرح الأسئلة هل المعرض بيحقق هذا العام ما غاب خلال أعوام سابقة إحنا راحين على فين ممكن نشارك فيه إزاي ممكن نستفيد بإيه منه هل الحضور يعني نروح على طول ونعمل طريقة الإجراءات الاحترازية لأنها كمان مهمة فيه تطعيم بالمناسبة جوه المعرض اللي عايز يتلقى اللقاء حاجات كتير قوي هنتكلم فيها بعد هذا التقرير